إذن سقبل الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الوزراء الخمسة الجدد بحضور رئيس الحكومة وعينهم أعضاء بالحكومة طبقا لأحكام الفصل السابع والأربعين من الدستور ويتعلق الأمر بكل من عبدأحد الفاسي الفهري وزيرا لأعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سعيد أمزازي وزيرا لتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أناس دوكالي وزيرا للصحة محسن الجزولي وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية وتعاون الدولي مكلفا بالتعاون الإفريقي محمد الغراس كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مكلفا بالتكوين المهني وإثلا ذلك أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك ثم بعد ذلك ترأس الملك لقاءا مع الوزراء الجدد بحضور رئيس الحكومة وبهذه المناسبة تم أخذ صورة تذكارية للملك مع الحكومة وزيرو الزراء الجدد اشتركوا في القناة